تعالى دلوقتي نتكلم عن البندس. برضو دي بتعمل على الانفروداكشن على الموضوع بتاع البندس برضو مش متعمق اوي ازاي نتعامل مع البندس ازاي نتعامل مع ازاي نقرأ ازاي نعدل فيها شوية حاجات بسيطة ماشي? طبعا دي بديات يعني زي ما انا بتكلم كده حاجات بسيطة لحد ما ادخل برضو في المشاريع واتكلم عن التفاصيل بقى التفاصيل بتاعة نفسها ولو فيها مشاكل ازاي نعدلها والكلام ده كله ماشي? في المحاوضات الجاية ان شاء الله يعني. طيب انتو دكشن الموضوع بتاع البندس طبعا البندس دي هي عبارة عن مكتبة باستخدامها عشان اتعامل مع الديتا واعمل لها آآ في او في عموما يعني. فانا مسلا لو انا عاوز ابني ديتا سيت ابنيها باي دي يعني مانيوال. ماشي? ديتا سيت دي احنا بنسميها ديتا فريم. ديتا فريم دي بتكون عبارة عن حاجة بهذا الشكل. بقى عن مجموعة آآ صفوف او مجموعة وكولومز. الكولومز ده بيكون في اسم الفيلد او اسم اللي انت بتشتغل عليه. اللي هو الفيتشورز اللي انت بتشتغل عليه. الفيتشور عملي مسلا هنا اسمه نيم واتج وستي مسلا. فانا لعاوز ابني حاجة زي كده بايدي. فانا بقول له هنا ديتا. هي ساوي. وافتح ايه? افتح ديكشنري. زي دي كده مسلا واقول له ايه? قدي العمود الاولين اسمه نيم ده. وفيه بقى الفيلوز دي. دي هو الاليس اوب شارلي ديفيد ايفي وهكذا. الاج فيه برضو ارقام والسي فيها ايه? فيها زي ما احنا شايفين كده. ده اسمه ايه ده? ده اسمه دكشنري. لو انا عاوز احول دكشنري ده الى ديتا فريم يعني يكون حاجة بهذا الشكل يكون حاجة جدول بهذا الشكل كده. فانا ممكن اقول له بيدي دوت ديتا فريم ديتا. كده كن بالزبط ريت ملف آآ والملف ده في مجموعة عميد وصفوف زي ما احنا شايفينها كده. ماشي? طيب احنا طبعا عرفنا قبل كده آآ اشكال من آآ من الديتا ست. يعني مسلا. ده مسلا اللي هو دي. اتقلمنا فيها قبل كده. عبرها عن مجموعة صفوف وعملها. فاده عندي هنا كده آآ كل آآ فيها اسماء. يعني عندي هنا بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده والكده كل دي عبرها عن اللي احنا منتكلم عليه. ماشي? ممكن يكون فيه عبط موجود في الاخر. ممكن يكون فيه عبط موجود في الاول. آآ مش ده اللي هي منها دلوقتي. المهم ان انا عندي هنا شكل آآ من اشكال اللي هي يعني معناه ايه? معناه ان كل يفصلوا عن تاني. ماشي? طيب. انا لو عاوز اعمل حاجة بهزا الشكل. وكراها بشكل فانا ممكن اعمل واعمل واشتغل عليها ايه? اشتغل على دي بعد كده بقى كل اللي موجودة جوه الايه? جوه البندس. لابا انا كده استفدت من كل اللي موجودة في البندس عشان اقدر اطبقه على اللي هي ايه? اللي هي اسمها دي اف دلوقتي. خلاص? فانا انا بجرى عندي حاجة زي كده وبطبع في الاخر دي اف. ما شايف? هيتبع لي ايه? هيتبع لي دي افريم. اللي هو الجدول اللي احنا بيتكلم عليه? في مجموعة الصفوف والاعمدة زي ما احنا شايفينها كده. ازاي ان انا اريد اصلا ديتا سيت? تعالي نتكلم في الموضوع ده شوية. ونشوف ازاي بالطريقتين. لو انا اشغال على كلاب طبعا انت عندك برضو جزء على الشمال اسم الفايلز. انت ممكن تقول له هنا ابلود. تختار ديتا سيت اللي انت عاوز تشتغل عليه. فنفترض مسلا ديتا سيت هنا اسمها. مش لازم تكون ديتا سيت يعني ممكن مسلا. كان هنا في ديتا سيت ولا ايه? سامبل يوتي اف. شوف بس السامبل يوتي اف اللي عبر عن ايه? طيب. تعالي نعمل ابلود لديتا سيت من الدوكيمنتز. عندي هنا مسلا. انا عندي هنا في ديتا سيت خاصة. لما انا جيت اعمل لها ابلود. فممكن ايه ان يحصل لها ابلود هنا في الجوزة اللي على الشمال ده. ماشي? هنتظر بس لحد ما الجوزة هيعمل ابلود لاني ديتا سيت كبيرة شوية. فبتزرخ هنا كده وبعد كده تقدر انت تعمل على طول وتشتغل عليها. عشان لو هي بظهرتش قدمك ممكن تزهر قدمك اهي. وبعد كده بتقول له بيدي دوت ريد. الديتا سيت دوت سيز بي طبعا لازم يكون الاسم هنا وهو نفس الاسم اللي انت ايه اللي انت بتعمل له ريد. وبعد كده بستخدم عشان تطبع لي اول خمس ايه اول خمسة روز زي ما احنا شايفينها كده. لو انا جيت اعمل رام بقى يبدأ الاف عالي جدا. ويبدأ يبدأ يطبع اول خمس ايه اول خمس صفوف موجودين عنه. طبعا هنا زي ما انت شايف انت عندها كده خمس صفوف في تلاتة وتلاتين عمود. تلاتة وتلاتين عمود يعني عند تلاتة وتلاتين ماشي? آآ هنا مش ملهاش اسماء اوي بس هنا لا ارقام يعني المزير واحد اتنين تلاتة اربعة لو هي ملهاش اسماء فهيديك كده. هيديك اسماء ارقام بهذا الشكل. ماشي? طيب. الهيد دي بتطبع اول خمسة روزه بس من عشان تشوف شكلها عامل ازاي. خلاص? طيب. لو انا عاوز اعمل آآ اقرأ ديتا سيت دي من اللي درايف بتاعي. دي حاجة مهمة دي الدنبول. لو انت شغال على مشروع. المشروع ده انت ترفع كل حاجته على درايف تحت. فانت بتيجي هنا مسلا على ممكن نيجي هنا على البيسون مسلا ممكن على درايف اختار بس حاجة باللي عندي. حاجة زي دي كان مسلا دي تقريبا فيها ديتا سيت. في ديتا سيت هانية اسمها ديتا سيت. ماشي? انا عاوز اقر الديتا سيت دي لبقى اللي هي موجودة في الفولدر اسم ماشي? فلازم اعمل خطوة كده عشان اقدر انا ادخل اصلا على ده كده واقرأ منه. ولو انا اشتغلت بقى على اكتر من ديتا سيت واشتغلت عمليات وبطلع صور اربعة من كل حاجة. الكلام ده كله يتخزن هنا. ماشي? طيب هعمل الكلام ده ازاي? لو انا لو انا واقف هنا كده فانا هزود بس كود هزود كده وهاجه اقول له هنا بص هتلاقي على الشمال هنا اللي هي العنام دي. لو انا عملت على كده هيجيب لك ايه? هيجيب لك الكود البسيط ده. الكود ده بيقول لك فرم جوجل دوت كلاب يعني انا عاوز المكتبة اللي اسمها اللي اسمها جوجل دوت كلاب ديت. فيه منها كلاس كده اسمه فالدرايف ده اقول له دوت ماونت الكونتينت درايف يعني عاوزك تماونت على ماي درايف بتاعي. لو انا جيت اعمل للسطر ده كده. هيطلب منك الاكاونت اللي عليه الديتا اللي انت عاوزت ايه تكوننكت عليه. فقول له هنا اكوننكت دو جوجل درايف. هيختار من عندك بقى ايه? لو انت عندك اكتر من الاكاونت. هيقول لك اختار الاكاونت الاول. فانا هنا هختار الاكاونت اللي هو احمد. اللي هو اصلا عليه اللي انا بشتغل عليها. الفولدر اللي هو موجود في درايف يعني. بعد ما اختار الكلام ده. هتنزل تحت تقول له اا كونتينيو. بعد ما تديله كنتينيو كده هيقعد يلف معك شوية. بس هيقولك في الاخر ان انا خلاص. عملت على بتاع مين? بتاع الاكاونت بتاعك انت. بعد ما تعمل الكلام ده كده. ماشي? لو انت جيت عملت هنا هتلاقي ان بتاعك ظهر هنا كده. تجي تفتحه كده. هتلاقي في كل حاجة. ده بتاعك اهو. في كل الايه? كل البيانات اللي انت ممكن تستخد ممكن تدخل عليها وتقرر منها الحاجة اللي انت عاوزها. طيب انا دلوقتي لو انا اصلا الكيرزر بتاعك واقف فين? لو انا زودت هناك ودولت له مسلا ال ال اس. او اا بي دابلو دي تقريبا. كده هيقول لك انا واقف فين? انا واقف على اا يعني شايف المكان اللي انت واقف عليه ده. المكان اللي انت واقف عليه ده. وشايف ايه? شايف وشايف الايه? وشايف تيتا سيت دوت سيز بي اللي انت دس هم حاملها من شوية دي. يعني شايف المكان ده. وشايف ال الاصلي. انا عاوز يدخل فين بقى? انا عاوز يدخل على ال ماي درايف. يدخل على ماي درايف. بعد كده تدخل على الفولدر اللي اسمه. انا اجيب الفولدر كده اللي اسمه ايه? ماشي? وعاوزك ايه? تكون واقف في المكان ده. هيوقف المكان ده ازاي? هاجي هنا كده على التالة نقط دول كده واقول له ال copy pass. وبعد كده بكل بساطة هقول له cd يعني change directory. وهجي حط لك الكلام اللي معايا ده. ام بست. لهوت. ماشي? فهاجي كده ايه تجيب بص هنا كده هيقول لك انا انا خلاص بيت واقف فين دلوقتي بيت واقف عند يعني اري كل الكلام اللي مكتوب هنا ده. اقدر اقرأ على طول الايه. صح كده? طيب تعال نجرب كده. لو انا جيت هنا بقى كده لازم اغير طبعا من الاسم ده كده واقول له. واجاء اعم برينت الايه? الفيرست فايف اه هيدر. فانا لو جيت بصيت هنا كده هتلاقي ان انت عندك اوم. ده الفيرست فايف هيدر زوج. بس ايا كان يعني شكل شكله عامل ازاي? هتلاقي ده الاوبت زي ما احنا ايه? زي ما احنا شايفين كده. ده اول خمس سوف مبنى عنك. طيب تعال بسلا تعال هنا كده عشان اعرفك برضو. لو انا هنا مسلا رفعت الديتا اللي موجودة عندي. ممكن ترفع اي ديتا موجودة عندك طبعا. تطلع تتخزن هنا كده في المكان ده. طبعا في طريقة بعد يعني بعد كده اعرفك ازاي بقى تحول الكلام ده الى اعملها بسيطة زي ما اتنا ايه بنشوفها عادي جدا. لو انا جيت بسيط هنا كده عامل عشان نتأكد ان ملف بتاعك بقى موجود هنا كده. ما علينا يعني انا عرفنا فيه ده الفكرة لو احنا رفعنا اي ملف ديتا ست هنا في المكان ده. فقدر ان انا اقرأها بالشكل اللي ايه اللي احنا انتفقنا عليه. فكده هيدبع لك ايه? هيدبع لك الاوبت. هيدبع لك اول خمس صفوف زي ما احنا شايفين كده. ده الصف الاول صف التاني التالت الرابع ليه الخامس. طيب. لو احنا عايزين نشوف الشكل التاني اللي هو ديتا ست ده لازم يكون طبعا مرفوع هنا في نفس المكان اللي احنا ايه? اللي احنا بيتكلم عنه. خلاص? طيب. هنا لو انا عاوز اريد اكسيل فايل يعني اه مش ملافه انا عاوز اريد اكسيل فايل فلازم هنا تغير الاسم الفونكشن فاسم الفونكشن هنا هتكون بدل ما هي هتكون ايه اكسيل ماشي? ويه اه تكون ايه بقى تديله اسم الملف لانت ايه لانت عاوز تقراره. طيب تعال بقى نرجع على الكلام ده تاني نعمل مسلا ران تايم ده نعمل آآ آآ رستارت السيشن عشان ابدأ بنول خالص. مش هعاوز اعمل على بتاعي. نعمل بس للمكتبة. ماشي. عاوز اريد العادية. طبعا عملت يعني لغي لي ايه? لغي لي الكرسر ان هو يوقف على اللي انا ايه اللي انا حددته او اللي انا حددته وبعد كده عاوز ارفع ملف اسمه مسلا احمد هجي نعمل له اللي في ملف اسمه احمد اهو. فيه الموعيد بتاعت الكرسات بتاعتكم اللي احنا شايفينها دي كده. فلو عاوز اقرأ الملف ده كده واطبع فيه الكلام اللي مكتوب فيه. طبع لو انا اجيب بسيط اصلا على الملف ده الاول كده. هلاقي فيه اللي هي الشكل ده. الشكل ده فيه الصف الاولان فيه كل المسميات بتاعت الاسماء اللي فوق بعد كده اسماء الكرسات. وكل واحد بقى خاص بالقابة بتاعه. طيب فاني عاوز اقرأ الكلام ده كده هو في اصلا مفوشة لتلات سفو فيها. فانا انا بقول له انا بقول له اول هاتلي اول خمسة فهو هيلاقي بس ايه تلات سفو فهيطبعهم ليه. فانا هنا اعمل آآ هيررى الملف اسمه احمد دوت اكس ال اس اكس اللي انا رفعته هنا كده. ويطبع اللي ايه? يطبع اللي ايه? يطبع اللي الاوبت اللي بنجد فيه. اللي هم دوت. ماشي? فده بكل بساطة لو انت عاوز تقرأ ملفات سيز بي. وتقرأ اول خمسة ايه? اول خمسة لو انا بقول له هنا هيتبع لك اخر خمسة لو انت عاوز تطبع اخر خمسة عشان تشوف شكله عامل ازاي? فانت ممكن تستخدم اسمها التيل. ماشي? اه لو بقول له هنا اسمها دي هتديك حاجة بهذا الشكل. تديك اللي انت عندك شوية تفاصيل كده. يقول لك انت عندك مسلا الصف الاولاني هوت. اسمه والتاني اسمه ايج. ده لو انا اشغال على دي اف اللي هو الايه? اللي هو اللي احنا كنا بنينها فوق اصلا. ماشي? لان ده اسمه دي اف والتاني ده اسمه دوت اكسيل. فانا الوقت اشغال على مين? انا اشغال على الاصل اللي هو ده. اشغال على الاصلية دي. ماشي? كائنات دي سيت برد وعادي جدا. فتديني ايه? بتديني اسمها الكولومز وتقول له هنا بقى ايه? ان لو فيه فبتقول لي ان فيه او مفيش. فهنا مسلا فيقول لك هنا فيه خمس اه فيه نال نال. ده نال نال نال. يعني القيم الموجودة عندي في فيه خمس قيم والاوج والستي في خمس قيم. ما فيش ايه? فيش حاجة نقصة. لو في حاجة نقصة هيقول لك كده الرقم ده هينقص شوية. ماشي? ويقول لك ان في ايه? ان فيه نال موجودة عنده. طيب ايه بقى دي الطايف ده? يقول لك ان ده اوبجكت يعني يعبره عن كلمة اوبجكت دي هنا هنا بالاعتبارها ايه? وانتجر اربعة وستين يعبره عن ارقان وابجيكت برضو عبره عن ايه تكست طبعا اتناعرفين ان النيم فيها تكست والسيتي فيها تكست والاشي فيها ايه فيها ارقان. فهنا بناخد كده بشكل سريع عن الى احنا بنشغل عليها. فبنشوف ايه بنشوف عنا شوية معلومات ايه بالشكل اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه ده كده. هلولا في الاخر بقى العدد بتاعتك في واحد بس انتجر وفي اتنين اوبجيكت. بتاعتك اا اللي استخدمتها اللي هو ميتين تمانية واربعين ايه بايتز. يعني اللي انت مستخدمها من 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 كلاب يعني. طيب تعال دلوقتي نتعامل شوية مع انا هنا بقول له ايه بقول له لو انا عاوز بطريقة استخدام فانا هنا بقول له يعني مثلا لو انا عند ده كده. ماشي? مفوش اصلا قيمة. فانا عاوز القيم النقصة اللي موجودة عندي. ماشي? طيب عاوز القيم النقصة الموجودة عندي اعمل لها ازاي? هنا بقول له بقول له دوت اللي هو يعني. ماشي? بالمين اللي هو دوت مين يعني هاتل المتوسط بتاع ده كله وحطولي في ايه? حطولي في المكان اللي هو النن. ماشي? وعندي هنا في حاجة اسمها يعني ده لما تجي تعدله عدله في نفس المكان. انت مش بحتاج تقول له دي اف بيساوي. مش بحتاج انا تقول له دي اف بيساوي كزا. لأ. انا هعدل في نفس المكان على طول. يعني هاخد الكولوم وهجيب المين بتاعه المتوسط بتاعه. وبعد كده احطه في المكان اللي ايه? اللي هو النن. وبعد كده اقول له انا عدله في نفس المكان انت ايه? في نفسها اللي انت شغل عليها. طيب. لو انت عندك مسلا اه نان بس يكون فيها اه يعني صحوف فيها نان فانت ممكن ايه بتعمل دروب ليه النان او نان ريكورزي. طيب ازاي? هقول له هنا دي اف دوت دروب نان والصبس البتاعك اللي انت تشتغل عليه او اللي كولوم انت تشغل عليه لو اسمو سيتي مسلا. لو لقيت ان في قيم عندك بنان فامسح لي الري كله على بعض. ماشي? لما تمسح لي الري كله على فانت بتستخدم ده اللي بسيطة جدا اللي هو ماشي? ماشي? وبتقول له يعني لو في اي مبين الريكورز وبعضها امسح لي منها وخلي فيهم واحدة بس. خلاص? لو انت عاوز تغير اسم الكولوم من سيتي الى لوكيشن مسلا. ده كان اسمه سيتي. فانا هتخلي لوكيشن. فانا اقوله هنا دي اف دوت ري نيم والكولومز بتاعتك اللي هو عبارة عن كده فيها الكي والفاليو. الكي بتاعتي هو الاسم القديم والفاليو بتاعتك هي الاسم الجديد. والايم بلس برضو بتروع عشان تعدلي في نفس الايه? في نفس المكان انت شغل عليه. ماشي? طيب. طبعا الاوب بتاعك عشان انت اصلا ما كانش عندك خالص فما كيش ايه تعديلات. فين? فين سبست دي? اه. اللي هو ده? سبست ده اسم الكولوم اللي انت الشغل عليه. يعني انت بسلا هنا دلوقتي عندك الستي اللي هو كان ده كان اسمه سيتي. فلو ما تيجي تبصيلي عليه ولو لقيت في اي قيمة نن امسح للرو كله. واضح? واضح انا مش واضح. تمام مش. طب لو اللي عايز عادي لعدد 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 لانه تماما يعني ما سيلا. ما هو اللي عدد ده اساسا هيجي لك هنا جدا. لو انت قلت له هنا هيقول لك انها عرف هنا عدد الاقام اللي هي النن والايه. والنوت نال. عاوز تعرف الطريقة تانية برضو عالي جدا. ماشي? فعندك هنا دي اف دوت سكرايب هيقول لك هنا مثلا هنا خمسة نوت نال. خمسة نوت نال. خمسة نوت نال. لو لقيت هنا مثلا ثلاثة. آآ ثلاثة النال ده معناه ايه? معناه ان فيه اتنين ايه? ان فيه اتنين ايه نقصين او اتنين فيهم نال. يعني تعالى مثلا نغير نغير ده كده ونحط مكانه مسلا ايه? ممكن نشيل ده كده ونحط مكانه ونانا. لو احنا رجعنا يعني بقى للتاتا ست تانية اللي فيها اصلا مسين جفادي والي حظر انك ونشغل عليه. يعني دي مسلا اهو. خلص نانا. ماشي? طيب تعالى دلوقتي مسلا نعمل ونشوف كده. لو كنا بقصرنا كده هتلاقي ان النين بتاعتك بساوي ايه بساوي اربعة بس. يعني ايه اربعة يعني في واحدة نال موجودة عني. برضو زي البشوان ديسة بتقولي انا ممكن استخدم الاس نال دي واعمل كونت كده عليها عشان تديني ايه? تديني العدد اللي انا عاوزه. يعني تتقول لي فيه كام واحدة برضو ايه? يعني فيه كسه طريقة. فيه طرق كتير جدا ان انا ممكن استخدمها عشان اعرف حاجة كده. ماشي? هتعد علينا برضو يعني ونحن بنشتغل في المشييع هنشتغل على الحاجات دي كتير اوه. طيب. كنا وقفين فين? موقفين هنا كده. خلاص بيبنا بقى ان انا عندي هنا فين نها? يعني القيم اللي هي النقصة. تعال كده ايه? انا كنت مشايل اللي بتاعدي فين? مشايلها. في النيم. طبعا هنا مش مش هاخد مين? لان هنا ده ده نيم. ده ما فيوش اه ارقام ده عبرها عن تكس. لازم حول الكلام ده الارقام الاول لو انت بقى بتشتغل يعني. لازم تحول الكلام ده الارقام الاول بعد كده بتشتغل ايه? تشتغل عليه. فانا ده مسلا افتقد ان القيمة الاتنين وعشرين دي حط مكانها ايه? حط مكانها نونة. عشان اشوف المين بيتنفس ازاي على هدي كلمة النونة هين? ماشي? لو انا جيت بقى تحت كده وقلت له. على اله دي كده اللي هو دي اف وفيه النونة هاتلي المتوسط وحطه اللي في ايه? في المكان الفاضي يعني غيرني في نفس المكان. ماشي? طيب. لو انا جيت اقرب حاجة زي كده. هتلاقي هنا اله الكيمة بتاعتك اللي انت كنت اعملها نونة بقيت بقيت بقيتك بتسوي تبانية عشرين. لو انت جيت ببسط هنا كده فوق. هتلاقي ان دي المفروض كاتنان بقيت ايه بقيت تمانية عشرين. ليه تمانية عشرين? لان المتواصل بتاعك كم يديك تمانية عشرين. اللي هو اربعة عشرين زائد سبعة عشرين زائد تين وتلاتين زائد سسعة واثنعة سسعة عشرين. على العدد بتاعهم اللي هو الاربعة. فهيديك الايه? القيمة اللي هي تمانية وعشرين اللي احنا ايه? اللي احنا عوضنا عنه. طيب. لو انا اا ما كنتش عملت السطر دا. يعني عملته كده. وجيت قلت له هنا. آآ دروبنا لهذا الشكل. ماشي? بس هرجع على رانده تاني عشان هو اعدل طبعا في القيمة بتاعتي. وجيت قلت له هنا كده. انا عاوز يعني 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 شلدي الصفوف اللي اسمه ده في ارقام اه مش موجود اصلا. ماشي? فهنا احنا ملاحظين اننا عندنا الاكساب من زيرو لحد اربعة. يعني عندي هنا كم? عندي خمس صفوف. ماشي? فانا هنا كده اللي عملت الراند المفروض يزهر لي هنا كم? اربع صفوف بس. الصف اللي هو فيه الننده هيتشال فالص. ماشي? فهنا انا ايه استفدت من الصاط ده كده انه هشال الصف كله. اللي ده في القيمة ايه? فيه كما مش موجود. طبعا لو انت عندك صفين زي بعض بالزبط. ماشي? يعني عندك الصف ده االس اربعة وعشرين يونيورك. وعندك برده االس اربعة وعشرين يونيورك. لو لو الاتنين دون متشابين مع بعض هيشيل منها واحدة وايه? احطت لك التالي. ودي طبعا مفهومة مفهاش مشكلة. اللي هو اختار تغيير. طيب. لو انا عاوز اعمل احاوز اعمل معينة بتتطبق على اللي انا شغال عليها. فانا هنا مسلا اقول له دي اف اف ايج بساوي دي اف ايج دوت ابلاي. ابلاي دي عباره عن فونكشن. ممكن ابعت لها فونكشن تانية تتطبق على ايه? على الكولوم ده نفسه. طيب الفونكشن دي بنتطبقها باللمضة بقول له هنا الاكس يعني ادخد لكل قيمة موجودة عندك زود لعلى واحد. ماشي? فالايج ده اللي هو كان اربعة وعشرين هياخدها يزود على واحد بقى خمسة وعشرين. ده سبعة وعشرين زود لعلى واحد بقى ايه? تمانية عشرين. ده اتن وعشرين بقى ثلاثة وعشرين وهكذا. ماشي? فدي عباره عن فونكشن. بقى 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 كل قيمة موجودة عنده في الاتش وازود على ازود على واحد واضبحها على الشاشة زي ما احنا شايفين كده. في اي مشكلة كده? ده سطر بسيط بيعمل حاجة زي كده. طيب لو انا عاوز اعمل آآ باينين. حاجة اسمها يعني ايه باينينج ديتا? يعني اشوف العقام اللي موجودة عندك ليو عشرين تلاتين اربعين دي كده? بس انت هتزوج لي هنا بقى ايه. حاجة اسمها يعني بيتعمل جديد كده. ماشي? هتاخد القيم اللي موجودة عندك في ديت WITH اعملها آآ مع عشرين لتلاتين ولتلاتين لأربعين. بس ده على الاقام بي. اللي هو agشرين لتلاتين ربعين؟ طيب يعني ايه الكلام ذا. يعني بتشوف لي في عشرين لتلاتين القيم اللي موجودة في من 20 الى 30. حطي لي هنا اسمه من 20 الى 30. يعني ده مسلا 25. فده من 20 الى 30. كانون 20 الى من 20 الى 30. 23 من 20 الى 30. 33 من 30 الى 40. ماشي? بعد كده 30 من 20 الى 30. انا هنا حطيت 2 بس. انا ممكن ازود الان اعاوزه. ممكن ازود مسلا من 25 و 25 الى 30 والان اتعاوزه. ماشي? فهنا بيعمل على الاقام اللي انت ايه اللي انت شغال علي. اللي هم العشرين تلاتين اربعين. لازم برضو ازود طبعا. اه لو انا زودت هنا خمسة وعشرين هزود هنا برضو ايه خمسة وعشرين. يعني اللي عملت كده. لو جيت هنا كده قلت له من قدت له عشرين خمسة وعشرين كمة كده فأنا لازم بقى ايه اعمل ال gondezات اللي انا عاوزها بقى. اللي هو اقول له من عشرين من الخمسة وعشرين. ماشي? وقول له ايه من خمسة وعشرين. لتلاتين. ثمسة وعشرية تلاتين. ومن تلاتين لجام لاربعين. وانا عاوز اعمل ايه اكتر بهذا الشكل. طيب. في عندي برضو حاجة هنا كده. آآ للكاتيجوركال ده لو انا عندي آآ اصلا تيكست موجود مسلا في اللوكيشن. وعاوز احاول التيكست ده الى ارقام. فطبعا في اكتر من طريقة هناخدها بتفصيل. حاجة اسمها الليبو الانكودينج. وحاجة اسمها الضمز. يعني هنا موجودة في البندس اسمها الضمز. وموجودة في الطرقة التقليدية اسمها لو تسمعون. فالوانهوتينج هي الضمز. هي نفس الكلام ده. طيب. الضمز دي بتشغل ازاي? انا عندي اللوكيشن بتاعي بفروض ان هو اللوكيشن ده في الحاجات دي. اللي هو نيويورك ولوس انجلوس والهوستن والفونكس ده. طيب لو انا عاوز احاول الكلام ده الارقام اللي هو اه باستخدام يعني 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 ايه وانهوت انكودينج. بحاجة يسمع عنه? ايوة يا بشمال. طيب يعني ايه يقول لي كده? احنا نستخدمه وبنجي نعمل انكودينج. نستخدمه وبنجي نعمل انكودينج الكولوم معين. اه بحيث ان احنا مثلا لو كان عندي اه مسلا حاجة مش شغل عليها بايمري. اه ممكن انا احط الاول قيمة لو ان عندي كذا احط الاول قيمة مسلا واحد وصفر الباقي. واجي مسلا عندي القيمة التانية او القلاس التاني برضو احط عند واحد لو هو صدف عندي او عمل متش وعدي كذا صفر الباقي وهكذا. بالزبط. انا عندي مسلا انع عندي هنا لوكيشن اهو. ده في مثلا ايه? وبي. وسي. طبعا انا انا ما اشتغل في ماشين لازم احاول الكلام ده الى اقوام عشان اعرف اشتغل بي. طيب. في عندي كذا كذا طريق. في عندي حاجة اسمها عندي حاجة اسمها عندي حاجة اسمها ده كل بساطة ان هو هيقول لك انا هاخد نفس الكلام ده كده. واحاول الايه ديت الى مسلا واحد وديت الى اتنين وديت الى ثلاثة. ده موضوع سهل جدا. ماشي? طيب. في طريقة تانية اللي هوم احنا مسميها الوانهودين كودين. او. ايه بتعمل ايه بقى? انا هاخد العمود ده كده. بس انا مش هعمل عمود واحد بقى. انا هعمل هاجي هنا كده اعمل ايه? اعمل اكتر من العمود. هاجي هنا عند عندي تلات اعمل. وتلات قيام بقى. هاخد هنا واحد مسلا. او مثلا اللي هو الايه. اه بي. ماشي? وهاجي بص هنا كده. لو الايه ظهرت هنا كده. لو الايه موجودة هنا كده فانا احط هنا واحد. وحط هنا زيرو وحط هنا ايه زيرو. ماشي? البي دي هي موجودة في ايه? موجودة في الصف التالي. هاجي هنا كده حط هنا واحد وحط هنا زيرو وهيحط هنا ايه? زيرو. والس دي موجودة في الصف التالت. فهنا نجد حط هنا واحد وحط هنا زيرو وحط هنا ايه? زيرو. ماشي? دي طريقة اسمها الكلمة يعني الواحد بتشوفه موجود فين? طبعا ما الواحد موجود يبقى القيمة دي اساسا يبقى الايه مفروض تكون موجودة هنا كده. زي الايه اللي موجودة ديه يبقى وصلتها هنا في واحد. طبعا هنا اه البي والسي حط مكانهم ايه حط مكانهم زي. يعني انا بحول الكلوم الواحد الى اكتر من كلهم بيزد على الاقام اللي انا شغال عليه اصلا. والاي والبي والسي. انا بشوف انا شغال على اكتر من قيمة او كم قيمة. بعمل بهم عدد كولمز وببدأ اشوف بقى ايه? الاولين ده موجود فين? وبين موجود فين? والسي موجود فين? وابدا اعود عنه بايه? بأزيط طريقة. ده اللي احنا بنسميه او وده اللي اسمه ايه? ده اللي اسمه في بعض الاحيان بيكون مش مش اكتر او مش بيديني نتائج كويس لان الاقام هنا هتكون متغيرة جدا هتكون في كتير جدا في الاقام فلو انت شغال على والدي تست دي انت دي كبيرة ماشي? اه وبتشتعل على مسلا يفضل انك تحول الكلام ده الى الاقام لما تكون الماشين بتشتعل على بشكل اسرع وبتفهمها بشكل ايه? بشكل احسن. فيفضل انك تعملها بايه بالطريقة دي. لكن لو انت عندك دين سيت اه مش مهمك قوي مش مهمك قوي يكون بشكل مزبوط قوي يعني فانت ممكن تعتمد على ايه? على وفي ناس بتجرب يعني في ناس تطلع نتائج وتشوف النتائج بتاعة اله واحدة ايه? بدياني نتائج احسن او احسن في الايه? في الاوة لانت تشغل حد. فدي الطرق اللي احنا ايه ممكن نعمل بها انكودينج الليه التكست. طبعا دي مرحلة مهمة جدا. ماشي? وانا اخدها برضو التفصيل. اه لما نجي نشتغل على المشاريع ان شاء الله ايه. طيب. عندي هنا حاجة بس اخيرة لو انا عندي مثلا داتا تانية هيت. عملنا فيها نيم وعملنا فيها سالري. ماشي? فيه دي نفس الاسماء اللي موجودة فيه اصل. اللي هما بتوع مين بتوع الديتا الاولى اللي هو اللي فوق دي. لو انت جيت بس تانية كده تلاقي نيمبر واليس ونفس المسميات اللي احنا كنا بنكلم عليه. لو رجعنا تاني الكلام ده اصله عشان بيحصل ميرج. فلازم يكون الاسماء هي نفسها. ونيجي تحت كده هنعمل اه جديدة هنقوله هنا في نيم نفس الاسماء اللي موجودة فوق. ماشي? بس انا هزود هنا بس ايه? اه اسم سالري وحطه في الايه بتاعت الناس دي. طيب. هحول الديت الى اه ديتا فرين هيبقى اسمها دي اف تو. لو انا عزع من ميرج بقى ما بين الاتنين دول ما بين الديتا ست دي والديتا ست اللي فوق. يعني ايه ميرج? يعني هتخد لي المتشابه هتخد لي منه واحد كده او تعمل ميرج باستخدام الايه? باستخدام العمود اللي اسمه النام. في عمود اسمه نيم هنا ما نشطعك ما بينك وما بين الدي اف اللي فوق. فانت هتسببت لي كده في الاول. ماشي? وتحط لي بقى ايه? الباقي كله وتزود لي عليه الايه كولومز الجديدة اللي انت بتشارع عليه ده. فان هنا بستخدم اسمها ميرش وهنا بقول له يعني يعني ده الشرط اللي انت هتحتمل عليه وانت هتعمل يعني بتشوف دي بتسوي مين هناك ماشي وتجيب السالر كده وخبطها اوسط. هادي السالر هو سبعة الاف هيكون بتوع مين بتاع عاليس. طب ده جيب مين اساسا لانه مشترك ما بين النام ده لو الاس الموجود هنا كده وموجود هناك برقه فين موجود هناك في الاصلي. ما شيف انا حاطيت الاتنين قصاب بعض قرنتهم ببعض وعلى كده حاطيت الديدة بتاعتي اللي هي والكيشن وايه? وزودت عليهم السالر. طبعا مش هحط لي النام مرتين. ماشي? فانا هنا بستخدم الان النام. يبقى انا كده هاخد واحد بس اللي هو النام الاصلي ده كده. هعمل آآ مقارنة ما بين النام ده والنام التاني واحط النتائج زي ما حتى شايفنا كده.